منذ خمسة أيام لا تزال المعارك محتدمة على أشدها بين الثوار وقوات القذافي في محيط مدينة مصراتا شرق العاصمة الليبية هذه الصور الخاصة التي حصلت عليها يورو نيوز تظهر أن الثوار وبعد سيطرتهم أمس الثلاثاء على بلدة زريغ التي تبعد حوالي 20 كم عن مصراتا تقدم اليوم الأربعاء كيلومترين اثنين على طول الشريط الساحلي باتجاه مدينة زليتن على بعد 50 كم من ترابلس الثوار خاضوا معارك ذاريا لمدة خمس ساعات استطاعوا خلالها إجبار كتائب القذافي على التراجع مجددا وفي مواجهة نيران مدافع الكتائب ودباباتها انتهج الثوار استراتيجية حرب المغاوير والاحتماء بالجرفات وبعد سيطرتهم على كامل هذه المنطقة بما فيها زريغ ينتظر ثوار الليبيون دعما جويا طلسيا يمكنهم من الاقتراب من أبواب مدينة زليتن